بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسحة دايما يا رب. الفيديو ده فيديو صغير لجيبة كلوش. هاور للناس اللي هي لسه برضوك ما تعرفش تفاصيل الجيب الكلوش ومعلومات عنها. والقماش المطلوب لها. وازاي تتقاس من فوق ولا من تحته. امتى تتقاس من فوق او من تحت. تمام? احنا القماش دي معنا تلاتة متر. العرض المفروض بيبقى متر ونص مية وخمسين. بس دي تلع عرضها ان هي اكتر من كده. اللي هي مية وستين. تمام? انا بقيس ايه بقى? خدوا بالكم من الطريقة اللي انا بعملها. بقست متر ونص. ودي الباقي برضو متر ونص تاني. تمام? اهو انا باخد يعني معكم واحدة واحدة وبالراحة ولا بجري الفيديو ولا اي حاجة. تمام? انا الفيديو ده هخليه قص بس. يعني قلت ايه حاجة برضو ايه? للمعرفة للناس اللي لسه دخلة جديدة لان انا ممكن تكونوا الفيديوهات بتاعتي بتبقى فيها فساتين كلوش بس بس بصرح فيها او ايه بنجس فيها. فاقلت لا ده هعمله بطيء جدا عشان الناس اللي هستعمل جيبة لوحدها من غير ما تكون ففستين. تمام? اهو. انا انه العرض زا ما بقولكو مية وخمسين وادي زادة اهو كمان ايه? بتاع عشرة سنتي يعني مية وستين وده برضوك هيفدنا لما نيجي نعمل الكولوش. المثلث بتاع الكولوش. كل ما القماش يبقى عرضه اكتر بيبقى افيد. خدوا بالكو بقى هنا من مسكة القماش باجيب الطرف من هو بورس واحد. من اتجاه بورس واحد. باجيب كده الطرف على الطرف التاني. يعني المتر التلاتة متر. باسمهم الاتنين كده اه متر ونص ومتر ونص. تمام? اهو وسعت لكم الكاميرا عشان ايه? تشوفوا بالزبط الطريقة ازاي للناس اللي هي لسه ما تعرفش الكولوش بيتعمل ازاي. ادي القماش هالمتني من ناحية اللي هناك. واده اللي من ناحية المفتوحة هي. ايه? اهي. دي كده المفتوحة انا فردتها. اجيب المقفولة. اهي. اجيب كده. اهي. المقفولة بسبتها. واجيب الناحية المقفولة اللي هي البرس. ما ببقى حريص ان هو يبقى البرس. النشان ده اللي هيبقى في ايه? ايه? السوستة. اطبقة كده. الاولة دبس المسلس من فوق كده. عشان برضو ايه? القماشة بتبقى كبيرة. والترابيزة برضو بتبقى ايه? مش كبيرة او بيلخم القماش الكتير. اه بيلخم. بالمنظر ده كده اهو. وزبط قماشي. عشان واشيل الهواء منه. عشان ما يكال كحش معي. وتبقى فيه في عندي القص. بيبقى في اه في اختلاف. تمام? اهو عدلتها لكم. ادي المسلسة اهو كده. وتزبط قماشيك خالص. اهو بص من تحت كمان. ومن الاربع رئيات. الاربع رئيات لازم يكونوا مفهوش هوى. ويكونوا مزبطين. اهو بصوا. زي ما انتم شايفين كده. لا اله الا الله ولا حوله ولا قوات الا بالهلالية عظيم. بصوا اهي فيه هنا اختلاف بسيط قوي اه الرئي اللي تحت اقصر. فانا باخد من عند الرئي الاقصر. دي انا بقس من تحت يا جماعة. امتى بقس من تحت? لما يكون انا عايزة اللي عند الوسط في كسر فيه كشكشة في اي شكل فانا اقس من تحت عشان انا عايزة وسع من فوق. انا حددت الطول. تمام? الطول ايا كان. بحدده من تحت وعمل نقطة. من عند النقطة اللي انا بقسها دي. اروح انا ميثبتها بصابعي على الطرف بتاع المسلس فوق. الراس المسلس. واجي ازحزح كده على مسافة مسلا كل خمسة سنتي. اعمل نقطة. عشان يديني الدوران مزبوط بتاعة الكلوش. اهي. زي ما انتم شايفين كده. واقس بقى ايه? انا عايزة اعرف الوسط قد ايه? اه اقس كده وهي المزورة واقفة. لقيتها ايا كان العدد. اروح انا اشوف اللي هي الوسط الطبيعي بتاع البنت قد ايه? وانا قسته هنا لقيت الفرق بتاع عشرين سنتي. يعني هي لو مقسها مثلا مية يبقى الربع خمسة وعشرين. وهنا مسلا لقيتها ايه? اه اربعين او خمسة واربين ايا كان. لقيت الزيادة هنا في المقاس بتاعنا. بتاع عشرين سنتي زي ما انا بشاول لكم كده. تمام? العشرين سنتي دول يعتبر على اربعة. على اربعة. ماشي? اه على اساس ان انا مطبقها على اربع رقات. فانا دلوقتي اهو. خلاص يبقى احنا هنا في زيادة حلوة اه اه للكسر اللي انا هعملها. اجي بقى انا هايس هنا ايسة طول الجيبة كلها. تمام? انا هنا هادور نفس الدوران اللي انا عملته في الوسط هعمله فيه تحت. عايزة اه تحطي راس المزورة على راس المسلس وتمشي نفس الطريقة دي براحتك. عايزة تحطي المزورة زي ما انا عاملها دلوقتي على عندي مقاس الوسط براحتك خالص. لو المزورة عندي راس المسلس بتقيسي. الطول كل بتاع القماش قد ايه? وتدورها بنفس العدد المقاس اللي انت ايسة من عندي الطرف فوق. تمام? اهو. كده عملناها ايه? الخطوط بتاعتها. ووصل الخطوط ببعض. طبعا لازم نزبط القماش. اهي بالمنظر ده كده. اهو. انا هوره لكم في الاخر الجيبة دي. بس او انا مسكاها او على على شماعة. اه يعني الكاميرا اه بتاعت التليفون ظل ما الجيبة. بس في اللبس جميلة جدا. تمام? انا هنا خططت الايه? اه الخطوط كلها. الفيديو ده يا جماعة انا عاملها من فترة كبيرة. بس اه كان التليفون اه ما كانش فيه اذين كان مش مزبوط وكده. حتى الرينج لالك باه الكسر او انا بعمله بخيطه. فالفيديو ده قص بس. القص بس يا جماعة. ماشي؟ عشان يبقى واضحين مع بعض. طريقة ازاي? والأي والكولوش بيتعمل اـ بكل تفصيلها في. ههنا بقى انا بعمل ايه? انا بعمل مقاس من تحت المقاس الأولي بتاع الوسط بتاع خمسة سنتيليه؟ انا عيا سيطولي جيبة مية وسبعة كله. فانا قيست كل الجيبة مية وسبعة. طب انا فيه قمر عريض. فانا بقيس مسافة القمر وبخصمها من الطول بتاع الجيبة. عشان كده انا ايه نزلت لتحت خمسة سنتي. وطبعا الكلوش بالزيت. كل ما بتنزلي لتحت. من عند مقاس الوسط تنزلي لتحت. بيوسع المقاس بتاعة دوران الوسط بتاع الجيبة. فالمسافة لما نزلنا خمسة سنتي زاد في دوران الوسط بتاع الجيبة القمش ده كده بتاع تلاتة اربعة سنتي. اضرابيفة اربعة. يبقى على العشرين سنتي بتاع ايه? آآ العشرين سنتي بتاع الزيتة بتاعت الاولين اللي احنا آآ كنا قيسينها. مع بعض. يبقى كده كل ما بتكبر كل ما آآ الكسر عندي بتبقى واضحة وبتبقى كبيرة. او بتبقى كتيرة. سواء آآ عايزاها كسر او عايزاها كشكشة عشوائية. تمام? يا رب يكون شرح وافي وماشي مع الصورة بالزبط. هنا بقى نيجي خطوة مهم. انا عايزة ايه انا ماشي صح ولا لأ وفي الدوران بتاعي بتاع الوسط تحت والديل. آآ الوسط فوق والديل من تحت يعني ما ازبطها لأ. بصوا. لقيت في ايه? عشان ازبط الديل مع بعض. بصوا. لو حتة صغيرة هي. ففي دوران هنا فراه. فانا اقصه. انا بقى دي فايدة ان انت تثبتي ان انت ماشي صح ولا لأ. تمام? طبعا انا ازبط لكم الوماشة كبيرة. والدوران من تحت. عبال ما بمد وقص المزورة. يعني امد المزورة وقص. فممكن تتلوح من شوية. كده يعتبر ايه? خلصنا الجيبة. وعملنا العلامات بتاعتنا بتاعت خط الجنب. وطبعا الخياطة بتاعت الفرد. الفرد اللي انا بعمله من الجنب ومن قدام. اجي هنا بقى اخد مقاست ايه? الجيبة. الى القمر. ادهو عريض والجيبة هي. يعتبر ايه? الجيبة كده خلصت. ويرب الفيديو يعجبكو زي ما اتركو ده لل اه قص بس للجيبة. مش خياطة كمان. لان هي ما فيهش اي حاجة. اخياط وحط السوستة واكسر الكسر كده. ايه رأيوكو? بعتزر مرة تانية للجزء بتاع الخياط اللي هو اتمسح من التليفون عشان الرنج لايت اتكسر وقعت فترة في التليفون عندي الفيديو ده. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله.